هذه سنة إلهية التي حدثتكم عنها فحينما حدثتكم عن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الخوار في عجل بني إسرائيل لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخرج ضلالهم على مسرح الواقع وهذا هو الذي حدث الأمر هو هو حينما أخبر إمامنا الصادق المجتمعين في الأبواء من أن العباسيين هم الذين سيحكمون الناس وأشار إلى أبي العباسي وإلى الدوانيق والأمر هو هو حينما سُرِّب الكتاب إلى محمد بن الحنفية وسُرِّب بعد ذلك من خلال أولاده إلى العباسيين حتى صار برنامجاً لهم مثل ما قرأت عليكم من رسالة المأموني إلى العباسيين من أعمامه وأبناء عمومته هناك أسرار في الكواليس وهناك الكثير من الكلام لا مجال للتوغل فيه لضيق الوقت والبرنامج ليس مخصصاً للخوض في مثل هذه المطالب الوجه الخفي لأحداث الحياة الوجه السري لحركة التأريخ هناك واقعة مهمة في الكتاب الكريم تحدثت عنها سورة التحريم لا يلتفت إليها لا شأن لي بما يقوله نواصب سقيفة بني ساعدة ولا شأن لي كذلك بما يقوله نواصب سقيفة بني طوس هذا قرآن محمد وآل محمد بحسب بيعة الغدير نأخذ تفسيره منهم هذه سنة منذ بداية برنامج الاستخلاف إذا ما رجعنا إلى سورة البقرة لما أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة وبضمنهم إبليس أن يسجدوا لآدم فسجد الملائكة ورفض إبليس هذا الأمر كان لفرزه لأنه كان مخفيا فيما بينه ولذا ماذا نقرأ في الآية الثالثة والثلاثين بعد البسملة في سياق برنامج الاستخلاف قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدونه وما كنتم تكتمون هذه إشارة إلى إبليس صحيح أن الكلام عام عن كل الملائكة لكن الملائكة ما كان في بواطنهم شيء سيء ونوايا خبيثة الشيء السيء والنية الخبيثة كانت عند إبليس فالكلام فيه إشارة واضحة إلى إبليس قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدونه وما كنتم تكتمون حينما سجد الملائكة بنيتهم الطيبة ورفض إبليس بنيته الخبيثة فبرنامج التمحص برنامج جار وسار في سورة التحرين التي بعد البسملة تأتي الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى آخر الآيات في الآية الثالثة بعد البسملة وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى الخطاب إلى عائشة وحفصة إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما صغت أي مالت قلوبكما عن رسول الله وإن تظاهر عليه وإذا ما تعاونتم عليه أنتما الإثنتان مع الآخرين مع آبائكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير هل الحكاية حكاية شأن نسوي في بيت النبي مثل ما يقولون بحيث أن الله سبحانه وتعالى يكون في مواجهة هاتين المرأتين وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين صالح المؤمنين علي صلوات الله عليه مثل ما جاء في تفسيرهم لقرآنهم والملائكة بعد ذلك ظهير أتعرفون ما الذي جرى الذي جرى أن النبي صلى الله عليه وآله كان في حجرة حفصة في المكان المخصص لحفصة في بيت النبي في دار النبي صلى الله عليه وآله ومارية القبطية المصرية كانت موجودة حفصة خرجت لشأنها النبي أدنى مارية من عنده وكان بينه وبينها ما بين الرجل والمرأة فلما علمت حفصة بذلك غضبت قالت في بيتي في مكاني واليوم يومي وهكذا تفعل يا رسول الله النبي قال لها من أنني أحرم مارية على نفسي إرضاء لها وأطلعك على سر لو أخبرت به أحدا فأنت ملعونة فلعنة الله عليك أخبرها من أن أبا بكر سيكون خليفة من بعده على الناس ومن بعد أبي بكر سيكون عمار وأمرها أن تحتفظ بهذا السر لكنها ما احتفظت بهذا السر أخبرت عائشة عائشة أخبرت أباها أبو بكر أخبر عمر وقال له إنني لا أثق بعائشة لأنها نقلت الكلام عن حفصة فأنت يا عمر سل حفصة عن الموضوع فلما سأل عمر حفصة أخبرته بعد أن ترددت أخبرته فلما علم أبو بكر وعمر بهذا أسرع في تنفيذ مخططه وبعد ذلك سم رسول الله صلى الله عليه وآله النبي أراد أن يخرج هذا البرنامج أراد أن يخرج ما في دواخلهم كي يحافظ على أمير المؤمنين لأن برنامجهم التفصيلية في الصحيفة المشؤومة أن يقوموا بالقضاء على رسول الله وعلى أمير المؤمنين وقد حاولوا ذلك حينما ألقوا الدباب والمراد من الدباب أكياس من جلد الحمير تملأ بالحجارة فألقوها تحت أقدام ناقة النبي صلى الله عليه وآله حينما كان عائدا من تبوك وهذا الأمر كرر أيضا حينما كان عائدا من حجة الوداع وأيضا حفروا حفيرة عميقة لأمير المؤمنين في المدينة هذه التفاصيل موجودة عندنا في رواياتنا أنا لا أريد الخوض في كل هذه الوقاع لأن وقت الحلقة قد انتهى إنما جئت بهذا مثالا كي أقرب لكم الفكرة التي حدثتكم عنها في هذه الحلقة هناك وجه خفي يحرك الأحداث هناك وجه سري للوقاع في وقاع الحياة وفي حركة التأريخ وهذا الوجه يرتبط بمحمد وآل محمد النبي صلى الله عليه وآله لم يكن شهوانيا إلى هذا الحد الذي يدني مارية منه ويكون فيما بينه وبينها ما كان إنما فعل هذا كي يثير غضب حفصه كي يوصل هذه المعلومة إليها وبعد ذلك تنتقل المعلومة فيما بينهم وحين وحينئذ يخرجون ما في مخططهم إلى أرض الواقع النبي استعجلهم في ذلك لماذا استعجلهم في ذلك لأنهم لو تأخروا فإن البرنامج سيتسع للقضاء على أمير المؤمنين وقد حاولوا القضاء عليه بعد ذلك لكنهم فشلوا وما هجومهم على دار الزهراء إلا لإحراقهم جميعا لإحراق الذين هم في الدار جميعا للقضاء عليهم لقد حملوا حطبا كثيرا جدا الذين حملوا الحطب يصل عددهم إلى ثلاث مئة من الرجال وقد وضعوا الحطب في جميع جهات البيت صحيحا أن الإحراق بدأ من الباب لكن النار لم تسري في بقية الحطب أرادوا إحراق كل الذين كانوا في البيت أرادوا إحراق فاطمة وإحراق أمير المؤمنين وإحراق الحسني والحسين وزينب التي نعيش ليلة ميلادها هذه الليلة صلوات على زينب صلوات تترى على فاطمة وآل فاطمة وإذ أسر النبي هو هذا السر هذا هو السر الذي تتحدث عنه سورة التحريم وإذ أسر النبي إنه سر عظيم سر خطير وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض عرف بعضه تحدث مع حفصة من أنك أخبرت عائشة وأخبرت أباك بما حدثتك عنه وأعرض عن بعض أعرض عن بعض لم يحدثها عن اتفاقهم على قتله هذا هو الذي أعرض عنه هذا تفسيرهم لقرآنهم حديثهم الشريف هو الذي يفسر قرآنهم ولذا فإن الآية جعلت في مواجهة هؤلاء من إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما صغت مالت قلوبكما عن النبي وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير لا يمكن أن الله يتحدث بهذا اللسان بخصوص قضية نسوية محدودة الأمر كبير وكبير جدا تحدثت عن هذا في برامج سابقة وبالتفصيل يمكنكم أن تعودوا إلي لكنني جئت بهذا مثالا مع الأمثلة التي وضعتها بين أيديكم من أن الوقائع التي تتحرك على الأرض لها وجه خفي لها وجه سري المذهب الطوسي مذهب عباسي لماذا لم يتحرك إمام زماننا لإيقافه لأن الأمة تستأهل ذلك هناك وجه خفي في الموضوع ومعرفتنا ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم لماذا لماذا مذجنح كثير منكم الأمة مالت مالت بقلبها جنح الجنح الجوانح هي المشاعر الداخلية الجوانح العواطف الباطنية قلب الإنسان وجدان الإنسان هذه جوانح الإنسان مذجنح جنح بقلبه نحن نتحدث هنا عن دين عن عقيدة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة وماذا فعلوا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا العهد هو عهد الغدير وهذا هو الذي نقضه أبو بكر وعمار وهذا هو الذي نقضه العباسيون والأمر هو هو مع بني إسرائيل لقد نقضوا غديرهم نقضوا غدير هارون بن إسرائيل حينما عبدوا العجل وأرادوا قتل هارون لقد نقضوا غدير هارون بحسبه وبحسب ديانته مدارنا عند الغدير وأول معلم من معالم المذهب الطوسي اللعين نقضوا بيعة الغدير وأعتقد أني عرضت من الأدلة والوثائق والحقائق ما فيه الكفاية وقت الحلقة صار طويلا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر